مشاركة المملكة ممثلة في الهيئة العامة للغضاء والدواء انطلقت في دبي فعالية المؤتمر العالمي الثاني عشر لسلامة الأغذية بمشاركة نخبة من خبراء السلامة الأغذية من أنحاء العالم وذلك لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بمختلف التشريعات الغذائية وأثرها على التجارة الدولية والبينية في المنطقة وأمن وسلامة الأغذية في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بهذه القضية المهمة طبعا المؤتمر هذا المؤتمر الثاني عشر لسلامة الغذاء لتقيم بلدية دبي وطبعا في الهيئة العامة والغذاء السعودية نحرص حرصا تاما على التواصل مع الجهات العالمية وأيضا المشاركة في هذه المؤتمرات لإبراز دور الهيئة وما وصلت إليه ولله الحمد المؤتمر يعتبر من أهم الأحداث الإقليمية والدولية للمهتمين بشأن الأغذية وسلامتها وجودتها أيضا وذلك بسبب النجاحات الكبيرة التي حققها هذا المؤتمر في دوراته السابقة وذلك لجهود الكبيرة التي يبدلها القائمون عليها في سبيل مجال سلامة الأغذية التي توليها إمارة دبي أهمية قصوى وذلك لارتباط سلامة الأغذية بخطة دبي الاستراتيجية والرامية لجعل دبي مركزا تجاريا وسياحيا جذب بداية أكد وأشكر بلدية دبي على ما شاء الله تحت الفرصة الحقيقة والاهتمام بمثل هذه اللقاءات التي لها دور كبير في تطويل الحقيقة قطاع الغذاء في المنطقة ككل حقيقة وأما بالنسبة لمشاركة المملكة فالحقيقة متمثلة في الهيئة العامة الغذاء والدواء هذا كما يقف المؤتمر على آخر التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة الغذائية من خلال ندوات متخصصة تطرح فيها عدة أوراق عمل تهدي في تحسين مستويات سلامة الأغذية في منطقة الشرق الأوسط حيث تركز المواضيع التي يتناوله هذا العام حول دور التشريعات الغذائية في سلامة واستدامة الغذاء على مستوى العالم كما سيتعرض الخبراء والمختصون إلى مختلف التشريعات الغذائية وأثرها على التجارة الدولية والبينية في المنطقة إضافة إلى تقديم العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تتناول بشكل أساسي كيفية مواءمة القوانين والإجراءات المتعلقة بالأغذية بالصورة التي تتضمن سلامة الغذاء دون التأثير السلبي على استدامته وانسيابيته بين الدول بسهولة ويسر لقناة الإخبارية عبدالطيب خوش دبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر